بعد تجدد الخيبة في التصفيات المونديالية ظهر علينا السنيور خفير كليمنتي في مؤتمر صحفي عقد الأربحاء الماضي في مقر الأكاديمية الأولمبية الليبية لامتصاص غضب الجمهور ربما أو للتحميل السبعيني الإسباني أسباب الظهور بشكل خافت وهو من كان دائما يدافع عن أداء المنتخب وهويته فوق الميدان تصريحات ترجمت في ست مباريات بنتيجة الفوز في أول مبارتين فكانت كإبرة التخدير جعلت الجميع يدعم العجوز الباسكي رغم اليقين بأن التأهل إلى كأس العالم أشبه بالمستحيل إن لم يكن مستحيلا بالمطلق لتأتي لحظة الحقيقة بعد هزيمتين من مصر ذهابا وإيابا ومن ثم الخسارة في القابون والتعادل في الجولة الختامية على أرضية ملعب بنينا أمام أنجولا والحصيلة سبع نقاط وثلاث هزائم وفوزين وتعادل جعلت الباسكية يظهر على الصحافة والإعلام بشيء من التعالي مدعيا بأنه راض عن ما قدمه متجاهلا جوهر أسئلة الصحفيين ومستخفا بما طرحوه من تساؤلات مشروعة معللا أسباب الظهور الباهت بعدم وجود ملعب ترتقي باللعب المحلي وتأخر تصنيف المنتخب بين فرق المجموعة وعدم انتظام الدوري الممتاز وغياب الفئات السنية وبين كل هذه التساؤلات دافع كليمينتي عن نفسه بل ذهب إلى طرح برنامجه وخطته الجديدة للمنتخب في الفترة المقبلة ننتظر تصفيات الشان المقبلة ولدينا رزنامة للمنتخب لمدة أربعة أشهر سوف تتضمن معسكرات داخلية لمنتخب الشباب والمحليين في أغلب المدن الليبية في يناير وفبراير ومارس من العام المقبل لنرى أكبر عدد من الرياضيين فهل سيصلح مدرب في السبعين من خريف عمره كان عاطلاً عن العمل ما أفسده دهر من تكرار ذات الأخطاء منتظرين نتائج مختلفة بوجوه مختلفة ترجمة نانسي قنقر